السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني أخواتي في الله نظرنا في الحلقات السابقة إلى ما كان من سبب هذا البلاء الذي نزل بقدر الله تبارك وتعالى وهو ضياع عقد السيدة عائشة رضي الله عنه وفي سفر لاحق أيضا تخرج عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونفس العقد ينسل من عنق السيدة عائشة رضي الله عنها طبعا هي لم تتشاءم بالعقد وحاشى أن يحدث ذلك ما كان لها إنما خدت العقد برضو وهذا العقد هو وكما دلت روايات البخاري لتستقيم وليجمع بين الروايات هو عقد السيدة أسماء استعارته السيدة عائشة رضي الله عنها لتعدد القصة مرة وردت هذه القصة التي سأقولها الآن في شأن أسماء ومر في شأن السيدة عائشة لكن الصحيح أنها في شأن السيدة عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم أن السيدة عائشة كانت في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعها العقد من جزع أصفار وهو الخرز الأبيض الذي فيه خطوط سمراء انسال العقد من عنقها وهنا شكت للنبي عليه الصلاة والسلام فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة ابن الحضير يقود مجموعة ليبحثوا عن عقد السيدة عائشة وطبعا ده أدى أن الجيش يتعطل جيش بالكامل كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أيضا فبات الجيش بات ليلة كاملة وهنا كان هناك مأزق كبير جدا لم يكن الجيش على ماء يعني مش نازلين على دير مية مثلا وليس معهم ماء مية اللي معهم لا تكفي أبدا إن وقت زيادة طبعا الجيوش زمان أخطر مشكلة بيقبلوها المية حي المية والأكلة هيتعاملوا ازاي فطبعا دلوقتي ليس هناك معهم ماء ولم ينزلوا على ماء وسيدة ابن الحضير يقود مجموعة للبحث عن العقد ده المشهد وهناك أناس ضجروا وضاقوا بهذا الأمر فذهبوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا له يا أبا بكر إن عائشة جعلت رسول الله والناس يبيتون وليس معنا ماء ولسنا على ماء يعني مننزل على ماء فغضب أبو بكر طبعا الناس غضبانة جدا ومديئين جدا جدا غضب أبو بكر فذهب إلى السيدة عائشة وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على فخذ السيدة عائشة ويسيدنا أبو بكر يقول لها كيف تفعل ذلك وجعلت رسول الله والناس يبيتون ولسنا على ماء وليس معنا ماء وجعل يطعنها في خاصرتها وهي طبعا لا تتحرك تقول ما يمنعني أن أتحرك إلا ما كان رسول الله مني الصحابة نفسهم ما رحش يكلموا النبي لأنه نائم عليه الصلاة والسلام وكانوا يكرهون أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام ثم ما الذي حدث أيها الأحباب الكرام باتوا هذه الليلة وليس معهم ماء واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يبحث عن ماء ماذا سنصنع هذا الماء حتى اللي موجودة يعني لا تكفي للشر وهنا في هذه الأسناء أنزل الله عز وجل آية التيمم إيه آية التيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يبقى نزلت آية التيمم سواء كانت آية النساء اللي هي اللي أنا قلتها أو آية المائدة يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق وفيها وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب فنزلت آية التيمم ولما نزلت آية التيمم جاء أسيد بن الحضير يقول ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر ما أحسن بركتكم بركتكم وإنقلب غضب الناس حبا وكرامة ورضا لأن نزل آية التيمم تخفيف على الأمة زي ما نزلت آية البراءة بيانت منهج للأمة ودروس مستفادة للأمة كلها والعجب أيها الإحبة أنهم لما أثاروا الجمل وجدوا العقدة تحت جمل الذي كانت تركب عليه السيدة عائشة رضي الله عنها وأن الذي قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر هو سيد بن الحضير الذي كان يقود الفريق للبحث عن العقد فهذه بركة السيدة عائشة على الأمة الإسلامية مع آية التيمم بارك الله فيكم وأحسن إليكم وصلى الله وسلم وبرك على نبي محمد وعلى آلي وصحفي أجمعين